لقاء الدربي العاصمي بين النصر حسيندي وإتحاد العاصمة إلى ملعب عيشين أوت عوضة ملعب مصطفى تشاكر بي البوليدة أين رضخت لمطالب إدارة النصرية التي رفضت اللعب الدربي بالبوليدة بينما قامت الرابط أيضا ببرمجة لقاء الدربي العاصمي الثاني في هذه الجولة بين إتحاد الحراش وشباب الوزداد والذي سيلعب بدون جمهور بملعب عمر حمادي ببلغين هذا سيستقبل رائد القبة في المحترفي الثاني ملودية بيجايا على ملعب العشرين أوت